واذكروا الله في أيام معدودات أوصانا الله عز وجل في هذه الآية أن نذكر الله عز وجل وخاصة في هذه الأيام المباركة في الأشهر هذه الحرم وفي العشر الأول من ذي الحلجة وعلى عرفات وفي كل مكان نحافظ على ذكر الله عز وجل فالله يقول واذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة يوصيك الله عز وجل أن تذكره في كل وقت وفي كل حين ولكن يكون الذكر أفضل في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة وليس هناك أماكن أفضل من مكة ومن بيت الله الحرام ومن الوقوف بعرفات فحافظ على ذكر الله عز وجل واستغل وقتك في الذكر ولا تتحدث مع فلان ولا مع فلان فالذكر هذا من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل قد يظن بعض الناس أن هذا العمل صغير وليس أجره كبير ولكن الذكر عند الله عز وجل عظيم فإذا أردت أن يستجيب الله لدعائك فحافظ على ذكر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يرد دعاؤهم لن يرد دعاؤك أبدا منهم الذاكر الله كثيرا بل من أحب أن يظله الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله عليه بذكر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وراجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا بل إنك إذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربه عز وجل أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم انظر يا رعاك الله الله جل جلاله من فوق سبع سماوات يذكرك في نفسه وإذا ذكرته أمام أحد من الناس يذكرك الله عز وجل أمام الملائكة بل يباهي الله بك الملائكة فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه فوجدهم جلوسا في المسجد فقال ماذا تفعلون قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا فقال الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك قال وأما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جبريل أتاني فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة يا الله نحن العباد العصات المذنبون إذا ذكرنا الله عز وجل يباهي الله بنا الملائكة نعم يباهي الله بك الملائكة إذا ذكرت الله عز وجل وحافظت على ذكر بل إن ذكر الله عز وجل قد يكون سببا في نجاتك وانظر إلى هذا الرجل الذي ينشر له يوم القيامة تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر لا تستطيع أن تأتي على آخره من السيئات فيقول الله عز وجل عبدي أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب ألك عندنا حسن فيقول لا يا رب والرجل منكسر وينتظر أن يأمر به الله إلى النار فيقول الله عز وجل بلا إن لك عندنا حسن فيأتي الله عز وجل ببطاقة فيتعجب الرجل ما هذه البطاقة وماذا ستفعل فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة التسعة والتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر توضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات فماذا كتب في هذه البطاقة كتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة قالها في الدنيا ولم يكن يعلم أنها ستكون سبب نجاته فلا تعلم ما سيكون سبب نجاته لعلها تسبيحة سبحان الله لعلها حول قالها لا حول ولا قوة إلا بالله لعلها تهليلة فحافظ على ذكر الله عز وجل خاصة في هذه الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير